سلام الله عليكم مشاهدين ورحمة وبركاته وآلا بكم في حلقة جديدة من أضواء على الأحداث أبداؤها من الجزائر حيث أفاد بيان لرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أحال الفريق محمد مديا للتقاعد بعد 25 عاما شغل فيها هذا المنصب وتأتي إقالة مديا بعد أيام من إعفاء عدد من قيادات الأمن في إجراءات للحد من تدخل رجال المخابرات بالسياسة حسب مراقبين ويعرف عن مديا الملقب بجنرال توفيق دوره المهم في صنع القرار السياسي في الجزائر وقال محللون أن مديا يلعب منذ وقت طويل دور صانع الزعماء السياسيين والرؤساء من وراء الكواليس كما أنه لم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى أن الجزائريين لا يعرفون شكله وأكدت مصادر مطلعة أن جهاز المخابرات سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع فيما يعتقد مراقبون أن التغييرات الجديدة هي بداية مرحلة وليست النهاية وأن البلاد قد تدخل في صراعات أجنحة في الفترة المقبلة خاصة أن المدير الجديد المخابرات كان متقاعدا وسبق أن عمل نائبا لجنرال توفيق في التسعينات ومكلفا بملف الإرهاب وعرف عنه الشدة وقد وجهت له العديد من الانتقادات بشأن انتهاكات مشاهدين أول المزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق ورحب بك سيد محمد إذن تغيير أو إقالة رئيس المخابرات بعد 25 عاما هل هو تغيير طبيعي نتيجة التقدم في العمر أم هناك خلف الكواليس شيء ما مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام في واقع الأمر لا ليس طبيعي يليت كان طبيعي هو إنما هو نتاج صراع شديد على السلطة بين الأجلحة المتشاكسة في السلطة الجزائرية أدى في نهاية المطاف إلى سقوط كما وصفته عن حقص صانع الرؤساء بل مختزل دولة في جهاز المخابرات جهاز المخابرات كان دولة حقيقة داخل الدولة وكان يرعب الموظفين المدنيين مثل الموظفين العسكريين وذكر اسمه فقط ذكر اسم الـ DRS كما يعرف في الجزائر جهاز المخابرات أو ذكر اسم التوفيق أو أحد كبار جنيرالات وكان يرعب أي مسؤول وربما يأتي حتى بأمراض القلق الصراع نتج عن صراع بين كبار الجنيرالات هذا هو المهم وهو قيادة الأركان من جهة بقيادة القايد صالح فريق قايد صالح وقيادة المخابرات بقيادة التوفيق مشهور باسم التوفيق مع جنيرال محمد مدين الرئاسة هي جزء من الصراحية مع قيادة الأركان ولكنها أكثر إذا قلت رمزية وبوجود الرئيس الشرعية إذا شئنا أن بوتفليقة هو الرئيس أمام الداخل والخارج وبالتالي ساهم ودعم قيادة الأركان لكي يتخلص كلاهما الرئاسة وقيادة الأركان من هذا صنع الرؤساء هذا هذا توفيق فوقع الأمر أنه كان ممن أطاحه بالشاد لبنجديد سنة 98 في انقلاب 11 يناير الشهير الذي ألغى الانتخابات والغى الدستور ودخل الجزائر في أوتون الحرب القادرة كان من الذين جاءوا ببوظياف ثم قتلوه كان من الذين جاءوا بأعلي كافي ثم أزحوه كان من الذين جاءوا بالجناير الزروار رئيسا للدولة ورئيس الجمهورية ثم ضر أن يستقيل تحت ضغوطهم الشديدة ثم كان من الذين جاءوا ببوتفليقة سنة 99 أي أنه هو الثابت والرؤساء كانوا هم المتحولين يعني هو الذي جاء كما تقول بالرئيس بوتفليقة ودعمه في الانتخابات الثاني عام 2004 ولكن فجأة بدأت الخلافات تدب بين الرجلين لماذا برأيك؟ هل انقلب الرئيس بوتفليقة على صانعه بين قوسين إذا صح التعبير؟ نعم كما أشهرت في انتخابات 2004 أدى تحالف المخابرات مع الرئيس بوتفليقة إلى إسقاط قاعد الأركان آنذاك محمد العماري وكان رجل الأقوى في البلاد يومها لكن تحالف المخابرات والرئاسة أدى إلى عندما أرى الجزائر دائما تقريبا محكومة بثلاثية تتمثل في الرئاسة قيادة الأركان وقيادة المخابرات عندما يكون الرئيس قوي فإنه يضع المخابرات وقيادة الأركان تحت سلطته وتحت حكمه كان هذا في عهد بومديان وإلى حد ما في عهد الشادلي ولكن عندما ضعوا في الشادلي قامت المخابرات وتحالفت مع الأركان فأسقطت الرئيس وكذلك فعلوا مع الجنيرو الزروال قامت المخابرات وتحالفت مع قائد الأركان آنذاك فأسقطوا الرئيس الزروال هكذا دائما هذه الثلاثية في من يسيطر على الآخر واليوم نشهد أن تحالف الأركان مع الرئاسة أسقطت قائد المخابرات الصراع الذي وقع على مجموعة أشياء بدأ في 2010 وأمضي فيه اختصارا لأنه في الحقيقة لديه حلقات طويلة لكن في 2010 تم اغتيال رئيس البوليس أو قبلها حقاب 3 أسابيع أو 4 أسابيع ظهرت فضايح سونتراك سونتراك الأولى بملايير الدولارات التي نهبت من شركة البترول الأولى في الجزائر الشركة الأولى في الجزائر والتي تأتي بمداخل الجزائر 98 إلى 99% من هذه الشركة سونتراك المداخل الخارجية فكانت هناك فضايح وبدأت ملفات بعدها بثلاث أسابيع بعد بداية هذه الفضايح وهذه الملفات لأن الوزير الذي تهم آنذاك كان مقرب جدا من الرئيس حدثت عملية اغتيال لرئيس البوليس ورئيس البوليس كان عقيد سابق في المخابرات وكان مقرب جدا من قائد المخابرات كان هناك غضب شديد داخل أجهزة المخابرات لاعتقادهم أن الذي دبر هذا هو وزير الداخلية زرهوني وبالفعل تتم الإطاحة بوزير الداخلية زرهوني المقرب من الرئيس وتتم الإطاحة بوزير البترول وتتم الإطاحة بتقريبا شخصية الأساسية التي كانت تابعة لبوتفليقة ثم وكانه كان انتصال للمخابرات آنذاك مرة أخرى تجدد ملفات الفساد وتنتشر في ابتداء من 2013 ملفات هائلة وصلت إلى حد اتهام الرئيس وشقيقه بملفات فساد على أساس أنهم في النهاية ظهروا كأنهم لصان في البلاد ينهبان الجزائر أدى هذا إلى ما حدث آنذاك للصدمة الدماغية لبوتفليقة ودخوله للمستشفى عسكري فرنسي وبقي فيه تقريبا ثلاث أشهر في ذلك الوقت في واقع الأمر طلب دعم فرنسي أمريكي وأيضا دعم كبار جنالات الجيش وهو قايد صالح ومنذ عودته في جويليا 2013 من المشفاه الباريزي بدأ في قسقصة أجنحة المخابرات وكان أهم ضربات كانت في سبتمبر 2013 أسقط كبار المساعدين للتوفيق بما فيهم الجنرال طرطاق الذي سيخلفه فيما بعد نعم يعني هو الرئيس بوتفليقة اختار خلفا لجنرال توفيق اللواء عثمان طرطاق والشهير باسم الجنرال بشير وهو متهم بانتهاكات وما إلى ذلك في الجزائر ومتقاعد أيضا لماذا أتى برجو المتقاعد إلى المخابرات في الواقع عندما أسقط كبار مساعدين للتوفيق كبار جنرال في سبتمبر 2013 كان من بينهم الجنرال بشير طرطاق الذي كان يرأس ذلك الأمن الداخلي أي كان تقريبا الشخص الثاني داخل المخابرات أسقط أيضا رئيس المخابرات العسكرية رئيس المخابرات الخارجية اللي هم كلهم تحت نفوذ الجنرال التوفيق أدى هذا شعور لديهم لهؤلاء وكان توفيق لم يدافع عنهم أو يدعمهم من بين هؤلاء طرطاق المتهم بجرائم ضد الإنسانية بجرائم حرب طرطاق هذا يوصف في الجزائر بالوحش بالجزار لأنه أقدم على مجازر أقدم على قتل لضباط كانوا متهمين بأن لديهم ربما شعور إسلامي في بداية الإنقلاب تعذيب بشكل رهيب في مركز بن عكنون الشهير وكان يرأس مركز يسمى اختصارا بالفرنسية CPME أو المركز الرئيسي للاستنطاقات أو التحريات العسكرية في تلك الفترة أقدم على هذه المجاز إلى درجة أن أبو تفليقة عندما أراد أن يظهر للعالم أن الجزائر تغيرت قام بطرده في 2001 لكن لما ظهرت الثورات العربية في 2011 عاد وجاء به ليرأس الأمن الداخلي في ديسمبر 2011 سقوطه في سبتمبر 2013 شعر بالمرارة هرب إلى فرنسا قضى هناك حوالي عشرة أشهر ثم قيادة الأركان استرجعته مع الرئاسة بدعم فرنسي وبتوصية فرنسية على أن الرجل الآن في أيديكم يستطيع أن يساعدكم في تفكيك جهاز المخصص والمخابرات الذي كان أحد كبار مؤسسيه أو أعمدته وبالفعل دخل مع قيادة الأركان ومع الرئاسة في عملية تفتيت المخابرات حتى سقوط التوفيق أمس وقبل سقوط التوفيق كان هناك إسقاط لمجموعة من الجنرالات بما فيهم رئيس الحرس الرئاسي بما فيهم رئيس الأمن الرئاسي بما فيهم رئيس الدرك الوطني كل هؤلاء سقطوا في هذه الثلاث أسابيع الأخيرة الحقيقة أنا لدي سؤال منذ زمن طويل وأعتقد المشاهدين الكرام أيضا يتساءلون حول الأسماء المستعارة للضباط والجنرالات في الجزائر نلحظ دائما مثل محمد مديان الجنرال توفيق عثمان طرطاق الجنرال بشير والكثير أو معظم الضباط والجنرالات في الجزائر لديهم هذه الأسماء المستعارة لماذا ما هي الخلفية الخلفية هي وكأنه شوف الله لا يرى أحد هؤلاء يتصرفون وكأنهم آلهة ولذلك يختفون مثلا الصور التي خرجت لتوفيق هي صورتين فقط قبل أمس طبعا الآن بدأت تنتشر صور وتنتشر فيديوهات وتنتشر بدعم من حيث الأركان كان دائما لديه تلك الهالة التي يصنعها لنفسه بحيث لا يرى أحد لا وإنما هو أسطورة هو اسم مرعب مقلق إلى درجة بعض الناس يتعبدونه إلى درجة بعض الناس يشعرون وكأن هذا شخص يجب هذا هالة أنا قرأت أمس واليوم إلى بعض الناس يشعرون وكأن الحياة انتهت في الجزائر برحيل الجنرال التوفيق عبودية هكذا تصنع الصورة الأسطورية اليوم مثلا فيها ليس هناك أيضا صور لتارتاج نشرت صور في الفيسبوك ليست صحيحة قلنا لتارتاج ونشرت جريدة قالت أنها حصلت على صورته ونشرتها اليوم وليست صحيحة أيضا ليست صحيحة لا ليس لديه على الأقل فيما أعرف هناك صورة لبشير تارتاج هذا التخفي وبالأسماء المستعارة يعطي تلك الرحبة وتلك التخويف وتلك الأسطورة التي تصبح الناس إلى درجة أحيانا لا تصدق أنها موجودة أو تصدق إذا صدقت تعتبر أنها تملك الحياة والموت وتملك كل شيء وذلك من مواصفات الألوهية التي يريدون أن يصل له لا تنسى أن هذا التوفيق بالذات وصف نفسه يوما بأنه رب الجزائر يعني الحقيقة ربما تنفرد الجزائر بهذه الصفة بالأسماء المستعارة للجنرالات على كل حال هذا التغيير وهذا الانقلاب على الجنرال توفيق إلى أين يسير بالجزائر برأيك؟ هل اليوم أصبح جهاز المخابرات بالفعل تحت سيطرة الرئاسة؟ لا أبداً أبداً هي الرئاسة تحت سيطرة قيادة الأركان النظام في الجزائر ذو طبيعة عسكرية روحياً عسكرياً طبيعة عسكرية خلفية عسكرية تفكير عسكري هم من وراء السطار هم يحكمون من وراء السطار في 62 انقلب وزير الدفاع على الحكومة المؤقتة في 65 انقلب وزير الدفاع على الرئيس آنذاك أحمد بن بلى في 79 جيئة لما توفى بومديان جيئة بالشادلي بن جديد كان العقيد آنذاك في 92 انقلب وزير الدفاع على الرئيس الشادلي بن جديد وهكذا هم السلطة لكن من حل آخر يضطرون إلى الظهور في الصورة عندما يقومون بالانقلاب ثم يرجعون مرة أخرى على عكس عسكر مصر بالمناسبة الحقيقة في هذه عسكر الجزائر أكثر دهاءاً فهم يرجعون من وراء لا يتحمل المسؤولية إدارة الدولة تتحملها وجوه مدنية في الحكومة في الرئاسة سميهم ماشيت ولكن الحاكم الفعلي الحاكم الحقيقي هي تلك الكمشة من الجنرالات التي تدير البلاد والتي أطلق عليها بالمناسبة محمد بوظياف رحمه الله قبل أن يقتلوه لديسيدور المقررون أو أصحاب القرار هؤلاء هم الذين يقرروا في الملفات الكبرى ويتركون الملفات البسيطة للمدنيين من الرئيس حتى الوالي حتى السفير حتى كده نعم أشكرك جزيلاً سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي جزائري سابق على هذه التوضيحات والعهدي